وزارة الشباب والرياضة بحسب المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ محمد الشازلي قال إن وزارة الشباب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم تقدموا للاتحاد الأفريقي بملف لاستضافة السوبة الأفريقي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك تصوري وتوقعي إن الكاف هيوافق هو حلو بس إن إحنا خدنا المبادرة دي خلاص إحنا طلبنا هو الكاف هيوافق عادة الكاف في الفترات الأخيرة لما يبقوا الطرفين من نفس البلد تمام سهل على نفسك السهل على نفسك السوبر هيبقى في مصر فإن شاء الله السوبر الأفريقي هيبقى موجود في مصر إن شاء الله الاستاذ مامليان عن آخر ونشوف يعني احتفالية عظيمة احتفالية أفريقية كبيرة ما بين الأهل والزمالك في السوبر أكبر ناديين في القرية الأفريقية وهم بيلعبوا المباراة إن شاء الله بإذن الله سواء بقى على أسداد الكاهرة أو أي استاد آخر إن شاء الله الكاف بس يوافق وبعد كده الملعب هيتم تحديده مباشرة وأنا متصور نكاف هيوافق يعني